انبرى زميل الوزير جبران باسيل في تكتل التغيير والإصلاح النائب رهيم كنعان عبر ترأسه للجنة المال والموازنة في الدفاع عن فضائح باسيل التي تفح منها رائحة المزوط الأحمر عبر جزمه أن وزارة الطاقة هي الجهة الوحيدة التي سلمت تقريرها لكنه عاد وناقض نفسه مؤكدا أن باسيل أبلغهم أنه ألف لجنة لإنجاز التقرير بعد تأجيل الجلسة السابقة لعدم ورود أي تقرير من الوزارات المعنية والأجهزة الرقبية إلا باستثناء وزارة الطاقة اليوم عقدنا الجلسة مع العلم أنه كمان كان بعد عنا بس تقرير واحد هو تقرير وزارة الطاقة مع المستندات اللي أرسلت للجنة المال علما أنه كمان أبلغنا وزير الطاقة أنه ألف لجنة بحسب صلاحياته بالوزارة تناقض واضح وقع فيه كنعان خصوصا وأن بعض النواب المشاركين في اجتماع لجنة المال والموازنة نفو أن يكون باسيل قدم أي تقرير بل جلمة في الأمر أنه وزع مرسلات بينه وبين بعض الإدارات وجداول موسعة تتضمن توزيع المزوط الأحمر للشركات الأمر الذي ذكره كنعان في تصريحه عرض الوزير لجدول موسعة يتضمن التوزيع لكافة الشركات وفقا للكميات التي تتزود فيها خلال السنوات الماضية وخلال مرحلة الدعم وقبل الدعم في المقابل كشف النائب جمال الجراح وفي اتصال هاتفي معه أن وزير الطاقة أعلن شخصيا أنه مزال يعمل على هذا الملف ولم ينهيه بعد وأنه أعلم المجتمعين أنه لطالما كان معارضا لسياسة الدعم وسبق ورفضه في مجلس الوزراء وجزم الجراح أن باسيل لم يفدهم بأي معلومات أو تقارير حول تحديد المسئوليات مؤكدا أن المعارضة مستمرة في متابعة هذا الموضوع كي لا يتم لفلفته وأنهم طلبوا تقارير رسمية مكتوبة من الوزراء المعنيين وديوان المحاسبة وهيئة التفتيش وردا على تهديدات باسيل بأنه سيكشف فضائح تعود للعام 2004 اعتبر الجراح أن باسيل يكبر الحجر كي يغطي فداحة مقام به ودعاه إلى أن ينهي تحقيقه في هذه القضية بالتحديد ومن ثم فليعود ويحقق بما جرى في السابق الأمر الذي لن نرفضه بالتأكيد